تتوالى الدعوات صوب الميليشيا باغتنام فرص السلام غير المسبوقة في مؤشر على انها تنهال على الطرف المعرق للوصول الى وقف دائم لاطلاق النار وتسوية سياسية تخفف معاناة اليمنيين المعيشية والاقتصادية المبعوث الامريكي الخاص اليمن تيموثي ليندر كينغ وفي ختام جولته الاقليمية دعا الحوثيين الى اغتنام الفرصة غير المسبوقة لتحقيق السلام مؤكدا ان الولايات المتحدة تعمل مع الامم المتحدة وشركاء الاقليميين على بناء اجماع دولي واقليمي لتحقيق التغيير المنشود في اليمن ووفق الرؤية الامريكية ثمت اولويتان لحل الازمة اليمنية سياسيا الاولى تحقيق هدنة دائمة والثانية اطلاق حوار يمني يمني وجلوس الاطراف لانهاء الازمة واما ما يخص الجانب الاقتصادي فقد حث المبعوث الامريكي الاطراف على التوصل الى اتفاق فيما يخص دفع رواتب الموظفين مراكز دراسات وابحاث تشير الى ان الحديث عن سلام مستدام سابق لاوانه ومجرد اماني في ظل تعنط وفد الحوثي الذي يدخل المفاوضات بهدف تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والسياسية دون الالتزام بالاستحقاقات المفروضة عليه بموجب اتفاق سويد والهدنة الاممية وفي مقدمها رفع الحصار عن الطرقات والمعابر في تعز غيرها من المحافظات وما يدلل على ذلك هو بحث وفد الميليشيا الحوثية في العاصمة العمانية مسقط مع الوساطة العمانية الحصول على اموال المرتبات من طرف الشرعية وتحالف وتوزيعها وفق الرؤية الخاصة بهم وليس كشوفات العام الفين واربعة عشر بالاضافة الى الفتح الكامل لمطار الصنعاء وموانئ الحديدة دون ان يقابلها اي التزامات سياسية او ميدانية طويلة لانهاء ازمة طال امدها خبراء وسياسيون يؤكدون ان الحوثيين لا يبحثون حاليا سوى عن صفقة اقتصادية مع سعودية تحديدا دون ان تفضي الى سلام مستدام يظل بعيد المنال في ظل عدم وصول اطراف الحرب اليمنية الى مرحلة الانهاك العسكري ولان ديناميكية الجهود الاقليمية والدولية لا تساعد على افراز خريطة طريق واضحة لانهاء الحرب ما يعني ادخال الملف اليمني في خانة تبريد والخشية من ان استدامة الصراع اليمن قد اوجد مناخا اقليميا ودوليا يرسخ سياسة الامر الواقع وتقسيم اليمن الى كنتونات ما يفرقها اكثر مما يجمعها اشتركوا في القناة